على الرغم من اطلق عملية الصدمة لكشف عمليات تهريب الانترنت الى خارج العراق الا ان خدمة الانترنت لازالت سيئة للغاية مواطنون يشكون من ضعف خدمات شبكة الانترنت على الرغم من فرض شركات القطاع الخاص منذ عام 2003 سيطرتها على خدمة الانترنت في عموم البلاد حقيقة الخدمة يشوفها بعض البطء وهناك قطع بعض الاحيان للترددات التي ترسلها الاستفادة القصوى من قبل الشركات الهاتف النقال في مختلف مجالات هذا كانت الاسيا سيال او الشركة زين او حتى شركة كارك متحدث باسم احدى شركات الانترنت رجح أن تصل خدمة الانترنت في العامين او الثلاث اعوام المقبلة الى وضع مترد جدا في حال بقي الاعتماد على آليات اللاسلكين لا يمكن للانترنت ان يبقى بهذا الوضع على اعتبار ان النسمة السكانية العراق تزداد والطلب السعادة على الانترنت يزداد بشكل كبير وربما يصل في العامين او الثلاثة اعوام المقبلة الى وضع جدا مترد في حال بقي الاعتماد على آلية الوايرلس وتبقى تأكيدات الباحثين في علوم التكنولوجيا بان العراق بحاجة الى ثروة تكنولوجية في وزارة الاتصالات لتقديم خدمات تضاهي الخدمات في الدول المتقدمة وباسعار مناسبة